فريق بحثي مصري قدر يكتشف أهم أو أقدم أسلاف التعبين الحديثة وأضخم السحالي عديمة الأرجل في محافظة الفيوم وقدر يسجل ويكشف عن أول سحلية عديمة الأطراف من مصر تاريخ الحفريات ده بيرجع ل37 مليون سنة تقريبا خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من الاكتشاف ده من الأستاذة مروى الحارس اللي موجودة معانا عبر تطبيق زوم فزا مروى المعيد بقسم علم الحيوان بجامعة الإسكندرية وعضو فريق مركز جامعة المنصورة للحفريات أهلا وسهلا بيكي صباح الخير عليك صباح النور أهلا وسهلا بيكي يعني لما نيجي نقول فكرة البحث نفسها جات لك إزاي لأن يعني مش كتير بيبقى متابع التفاصيل الصغيرة دي أنا عارفة أن ده تخصوصك الدقيق بس برضو الفكرة كلها جات لك منين هو الحقيقة كنت مهتمة لدراسة الحفيات أو بمعنى أصحي الحياة القديمة من وانا في الكلية في سنة أولى إلى أني نضميت لفريق سلم لاب أو المكتشفين بتوع الحفيات وكنت ساعتها بيولوجيستة أو بتاع بيولوجيا والفريق كان معظمه من الجلوجيا يعني أو أغلب الناس مكتشفين الحفيات بيكونوا من الجلوجيا فأقلت لكم أني أنا بيولوجيستة وزارسة أنا كوميو حب أن أنضم معيكم فالموضوع بدأ بحالات ميدانية للتدريب أن أنا إزاي أطلع فيلد وأن أنا إزاي أبدأ أن أتعرف على العينات تقريباً الحالات دائمت حوالي سنتين أننا نطلع وأننا نكتشف حاجات ونبدأ أننا نروح للمركز في المنصورة ونبدأ أننا نتحصها مجاش في بالي الأول أن أنا ممكن هشتغل كده رغم أن أنا كنت مهتمة للمجموعة دين من الحيوانات اللي هم الزراحة إلا أننا بدأنا نلاقي المكان بينتج حبيات من النوع ذات فبدأنا أننا نضع نقطة الكلام ده تقريباً بعد سنتين من أول مرة أخرى طيب عظيم الحفريات دي فيها موجودة على وش الأرض ولا بنحفر عشان نلاقيها وبنحفر قد إيه الحقيقة هو يعني منخفض الفيون هو كاشف جزء من الأرض اللي فيه حفريات اللي هو زي ما كنت بقول مثلاً الموقع اللي أنا شغال فيه من سبع أو كنا شغالين فيه من سبع أو ثلاثين مليون سنة فهو كان قريباً مكشوف بس العينات بتاعتي خلييني أكلم على العينات بتاعتي بالأخص العينات بتاعتي هي كانت عينات صغيرة صغيرة في الحج فإننا نكتشفها يعني مثلاً كان عندي حوالي ستة عينات أو سبع عينات في البحث ما مش كلهم طلعناهم بنفس الطريقة ممكن أن احنا حاجة سبكتنج أو عن طريق أن نحن نفقص الأرض أو نمشي في الأرض اللي نكتشف أو عن طريق أن نحن نعمل سيفنج أو سكرينج للسليمنت نحن نعمل لننقي من السليمنت أو من رسوبيات الصحراء لأن هي تقريباً صغيرة في حجم حبة الطراب هي حوالي ميلي أو 2 ميلي فالعينات كانت صغيرة جداً وكمان ساعات زي مثلاً ما نكتشف الحبريات الكبيرة أن احنا نعمل جاكتنج للمنطقة اللي بتنتج الحبريات فبرضو كوست الجاكت اللي احنا بنعمله أو كوست الطبقة ممكن نلاقي عينات صغيرة بالفحص الدقيق بنظرات معظمة عشان نقدر نشوف حاجات صغيرة طيب أستاذة مروى يعني يمكن منطقة مرخفض الفيوم اللي بتبحثوا فيها من 37 مليون سنة زي ما البحث بتاع حضرتك بيقول يمكن المنطقة دي كانت بتعد من المناطق أو من الغابات الاستوائية الممطرة في الوقت ده وده كان موقع أو المكان اللي موجود فيه كتير من الثديات اللي تم اكتشاف لها حفريات لكن الحشافيات والحاجات الحركة بتدوري عليها دي ما كانتش موجودة أو يمكن دي من أول الحاجات اللي يتم يعني اكتشافها في المنطقة دي ده يمكن من الحاجات اللي صوابت الأنظار بتاعة الفريق بتاعك وبتاعة أكتر من فريق أجنبي إنه هو يبص على هذه المنطقة ويبتدي يخدها بعين الجد إنه يدور أكتر على الحشافيات اللي موجودة فيها؟ هو بالضبط العينات اللي أنا شغالها أو المجموعة الحيوانات اللي أنا كنت شغال عليها اللي هما اللاسكواميتس أو الحرشوبيات دي مجموعة من تطبع مجموعة الزواحف الزواحف اللي هي زواحف الدم البارد اللي هي عايشة دايماً أقرب بالأرض ودايماً بتطفق والجسمها ما بيكونش كبير أو هي بداية إن زواحف ما تبقاش جسمها كبير فدايماً العينات بتاعتها صغيرة أغلب عينات السديات أو العينات أو عينات الأسماك أو العينات اللي كانت معظم الأبحاث بتطفل عنها هي عينات إلا حد ما كبيرة في الحجمة تقدر إن إحنا شوفها بعين المجردة زي ما ذكرت العينات بتاعتها صغيرة جداً في الحجمة هي محتاجة لحد دارس أناتوم المجموعة دي كويس أو دارس التشريح بتاعهم كويس إن هو يقدر يتعرف عليها لإن إحنا عادتاً ما بنلاقيش مثلاً الجزء كامل أو جزء من العضم كامل إحنا بنلاقي مثلاً إنه أجزاء بالصرافة لازم حد يكون دارس وعارف إن الحتة اللي هو لقيها أو العضم اللي هو لقيها دي ويتخيل ثمان الأجزاء اللي ممكن تكون مكسورة منها عشان يعرف إن انت عضم فتحية وين دا؟ مش ناس كتير كانت شغال عليها لإن العصر دا اللي هو زي بقي الحيوانات الثانية العضمة بتاعها موردينس وشابك فبعضه هي مجرد ما بتموت وبتتحلل كل العزوان بتاعيتها بتتفك وبتكون شزائر وطيع جداً فلازم يكون حد تدارس عشان يقدر يتعرف عليها دا عظيم جداً أنا الحقيقة اللي شغل بقيه هو إزاي بنقدر نحدد عمر هذه الحفريات اللي بنلاقيها يعني إحنا منخفض الحيوم زي ما كنا بنتكلم دلوقتي لقينا في حاجات كتيرة جداً وحاجات ندرة يعني بنلاقي فيه تمسيح بنلاقي فيه حيتان بنلاقي فيه بجع بنلاقي فيه حاجات كتيرة جداً لكن أعمارها وصورها متفوتة فعلى أي أساس بنحدد هذه الحفرية تابعة لعصر إيه أو عمرها كام سنة؟ هو يتحدد على حسب الطبقة اللي احنا شغالين فيه يعني مثلاً أنا مش أول بحث يشتغل في المكان فيه الحيث كتير قبل كده طلعت من المكان يعني مثلاً الموقع بذبط اللي كنت شغالة فيه بكي تو كان اشتغل عليه ناساً ويعرفوا عمر الفباقات الأرض دي بموجات مهاراتيسية قدروا أنهم يعرفوا منها عمر الأرض وزي ما ذكرت كمان لأن أنا بايولوجيست أكتر فكمان كنت بهدم بالبيولوجيكال باكترين أو قلمة الحيوانات الموجودة وبيحصل مكرنة بين الحيوانات مثلاً المكتشفة عندنا والحيوانات المكتشفة في أماكن تانية على نفس العمر ألعى وعلى نفس اللي بالبتاع الطبقة دي فبنعرف منها العمر فأريدي العمر ده كانوا شغالين عليه من قبل كده فأنا تقريباً كنت عرفاً من الأرض عظيم مروع الحارس المؤلف الرئيسي لدراسة الاكتشاف الحفري بنشكرك شكراً جزيلاً على كل هذه التفاصيل